إذن تنضم إلينا الآن من دبي ناديا البلاسي محللة أسواق في إيكوتي جروب أهلا بكي بداية نود أن نتحدث عن البيانات التضخم التي صدرت يوم أمس والتي جاءت متجاوزة توقعات مسجلة تقريبا 10.7% برأيك هذه البيانات إلى أي مدى ستدفع بالمركز الأوروبي لمواصلة رفع الفائدة في الفترات المقبلة؟ لقد شاهدنا بالأمس أن التوقعات الخاصة بيتضخم صدرت عند 10.7% مقارنة بـ 9.9% كتوقعات وهذا ما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى أدوات بديلة سواء ببرامج شراء السندات أو إلى تسير السياسة النقدية حيث أنه أبقى على المؤشرات الاقتصادية وتضخم بشكل آخر لأن هناك تجيد السياسة النقدية بـ 75 نقطة أساس ولكن نشهد أن الاقتصاد قد تأثر وتضخم لم يتحدد إذن ربما سيستخدم أدوات أخرى وذلك لألحد من معدلات التضخم المرتفعة نعم دعينا نستكمل أيضا حالة استقراء اجتماع لجنة السياسة المفتوحة في الفدرالي الأمريكي التي تبدأ ويبدو أنه فعلا تذهب كل التوقعات إلى الرفع بنفس المعدلات المتوقعة عند 75 نقطة أساس ولكن الفدرالي لديه أسباب تدفع للاستمرار في تسريع هذه الوتيرة هل تعتقد أنه على الرغم من البيانات الأخيرة والانكماش الحاصل في بعض من القطاعات سيستمر الفدرالي بنفس الوتيرة من التسارع أم أنه سيبطئ من عملية رفع أسعار الفائدة قطع هناك توقعات في الأسواق أن الفدرالي سوف يبدأ في التسير السياسة النقدية أو يبطئ من واتيرة رفع معدلات الفائدة ولكن حاليا كان هناك احتساب لـ 75 نقطة أساس كرفع معدلات الفائدة وقد انعكس ذلك على أسواق الأسهم وعلى الدولار الأمريكي لقد كان الدولار مستقر عند مستويات المائة وعشرة ومائة وإحدى عشر ولكن مع مزيد من التجيد في السياسة النقدية سوف يرتفع أداء الدولار الأمريكي أو سيستمر في اتجاه الصعود ولكن كان هناك احتساب بـ 75 نقطة أساس كرفع لمعدلات الفائدة ولكن بصفة عام أسواق الأسهم كانت تتحسن موسم العوائد وموسم نتائج الشركات وهو ما أثر على أسواق الأسهم صعودا ولكن توقعات ببطء وتيرة التجديد من قبل الفدرالي قطعا هي التي دعمت أسواق الأسهم قليلا نعم من بعد قرارات المركز الفدرالي فيما يتعلق برفع الفائدة كيف كان انعكاساتها أيضا على أداء الشركات مع إعلان نتائج الشركات للربع الثالث شهدنا أيضا هناك قفزة وأداء إيجابي للداو جونز خلال شهر أكتوبر وصل لأعلى مستوياته في نحو 50 عاما كيف تقرأنا التحركات المقبلة للداو جونز والمؤشرات الأمريكية؟ أسواق الأسهم قطعا قد تدعمت في موسم العوائد وشاهدنا أداء متباين وقطعا شاهدنا أن قطاع الطاقة ارتفع وشاهدنا أكسون موبيل قد فاقت توقعات وقطع تكنولوجيا شركات مصر مثل مايكروسوفت لم يكن أدائها جيدا وكان هذا ما خيب أمل المستثمرين ولكن بصفة عامة قطاع الطاقة وقطاع تصنيعي وتوزيع الأسهم كان الأوضاع أفضل من قطاع تكنولوجيا ولذلك كان هناك موسم عوائد متابعين وأثر على أسواق الأسهم وقد دفعها لأن السوق الأسهم كانت تنتظر أي أخبار إيجابية وذلك للارتفاع بسبب سياسة جديد التي أثرت على أسواق الأسهم سلبا وشاهدنا أنه مع موسم العوائد وأن بعض المؤشرات الاقتصادية لم تكن سيئة وهذا ما أثر صعودا على أسواق الأسهم نعم ونحن نشكرك ضيفتنا ناديا البلاسي وأنت محللة أسواق في إكوتي جروب شكرا لكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر